افتتحت بمدينة فاس فعاليات ورشة عمل جهوية حول جرد التراث الثقافي غير المادي المرتبط بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض هذه تجربة أولى على المستوى المغاربي فإذا المغرب هو أول دولة سبقة لوضع هذه المنظومة منظومة الكنوز البشرية الحية اليونسكو تشوف أنها تجربة ناجحة جهة فاس مكناس عندها واحد الخاصية في قطاع الصناعة التقليدية وفي المحافظة لها وعندنا واحد الحرفة التي تمسهمها التي هي البروكار ويأتي تنظيم الورشة بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنظمة اليونسكو بمشاركة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المواقعة بين الوزارة واليونسكو بهدف وضع منظومة وطنية للكنوز الإنسانية الحية وصون المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية بعد الحرارة بدأت تكسر في حقاب الأخيرة واحد تدور وتراجع ومهددها من خراد فكالي زمن من الوزارة أنها تأخذ بالاعتبار هذه الإشكالية وانطلقت في سن واحدة استراتيجية لإنقاذ الحرارة في مهددها من خراد اليوم نحن نحاول أن نأخذ بالاعتبار جميع العناصر هذه هذا وتتيح الوارشة مناقشة المقاربة الواجب اعتمادها في مجال جرد هذه الحرف والمهارات وتشخيص مالك هذا التراث الثقافي وناقله عبر الأجيال وتشكل الصناعة التقليدية بالمغرب تراثا وطنيا يجسد مرجعيات ثقافية وهوياتية عريقة وهي تراث لا مادي استثنائي يواجه موجات التصنيع الحديث